أول سمارت أوم بإنفينيتي سي فيو بدينة عايشة طول السرق كمّل معايا الفيديو للآخر عشان تعرف كل التفاصيل مساء الخير معاكم زيادة الشامي سيلز تيم ليدر من شركة أربت ديفلوبمنتز النهاردة هنتكلم عن ماريلا هيلز باي جرافيتي بس الأول خليني أقول لكم مين هي أوربيت أوربيت هي مجموعة شركات مصرية متعدلة المجالات من ضمن أوربيت للتطوير العقاري والتي موجودة في السقب عليها أكثر من 25 سنة وبالتحديد في البحر الأحمر وبالتحديد أكثر في مانينة الغردعة وفي ساعة الحشيش والتي قدرت تطور أكثر من المشروع السياحي كان أهمهم سلسلة فناديق جرافيتي ودلوقتي نتكلم عن مشروع مارينا هيلز باي جرافيتي بإدارة كاملة فندقية المشروع أمام مارينا يخوت مباشرة وبينه بين جامعة الجليلة تقريبا 11 ديئة والعاصمة الإدارية ليس أكثر من 29 مشروعنا هو ريزورت كامل على مساحة 40 ألف متر المشروع بالكامل هيكون تحت إدارة شركة جرافيتي وما تنساش أنه أهم جارليك وهيبقى الفرع الخامس اللي سلسلة فناديق جرافيتي فندق جرافيتي أكوى العيل السخنة المشروع تصميمه أن كل الوحدات ترى البحر بنسبة 100% المشروع أيضا بيكون موجود فيه كل الطائبز من أول الغرفة لحد الغرفة من أول الغرفة لحد الثلاث غرفة المشروع مبني على مصطوى 28 متر وخلي بنا للمصطبع مصطبع طبيعية وعشان المستقبل في التكنولوجي شركة أوربت عملت لك أول سمارت وهون في العيل السخنة حيث أن الكل التفصيلة صغيرة تكون مرتبطة بأبليكيشن على الموبايل وكمان عندنا 6 حمامات سباحة وأول انفينيتي بول على الارتفاع ده في العيل السخنة يعني العبيد هيكون في حمامة السباحة وقرب مبشرة للبحر ده غير الخدمات الفندقية والكلاب هاوس زي الأماكن الركنات الخارجية لكل عمين اللي يقدر يركن فيها عربيتو 320 مفتاح هو عدد الوحدات بالكامل في مشروع مارينة هيلز سواء للمرحلة الأولى أو التانية أو التالتة ومن المميزات المهمة كمان ان فيه اثنين شاط رملي خاص على جانبي المارينة مسحاب بتبدأ من 54 متر حتى 180 متر وأنظمة سداة بتبدأ من 10% مقدمات حتى 10 سنوات تأصيل عايز تعرف تفاصيل أكتر كلمنا عن الرقم اللي ظاهر على الشاشة أو عن طريق اللينك اللي موجود في الديسكريبشن وفريق من أفضل الاستشارين العقريين هتوصل مع حضرتك ليساعدك في افتيار أفضل واحدة كنت معاكم زياد الشامي من شركة